رواقع التابعين فصة اللي فعلا أنا على نفس اتأثرت بها جدا وشوفنا قدي رجل ده يا ما قدم خدمات للإسلام والمسلمين ويا ما كان سبب بفضل الله سبحانه وتعالى في تثبيت هؤلاء وكان خايف عليهم أكتر من خوفه على ملكه وعلى أسرته وعلى نفسه وكلمنا في الحلقة الماضية في ختام الحلقة عن الرسالتين اللجوم النجاشي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الرسالة الأولى بيدعو فيها للإسلام وخدر رسالة حطاه على عنه ونزل من على سرير الملك بتاعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو استطعت أن أذهب الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذهبت إليه ولا جلست بين رجليه صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه التواضع جميل جدا من رجل ملك نجاشي الحبشة رحمه الله رحمة واسعة ورسالة تانية كان بيطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا